كانت السيد عبد الحفيظي النهاردة اتكلم وكان له كلام مهم جدا في هذا الاجتماع قال انه نتمنى وده نتمنى بعيدا عن الاعتراض تماما يعني نتمنى تطبيق العدالة التحكمية في مباراة الاهلي وصاندونز وقال كلام مهم جدا قال انه المباراة مهمة والفريقين كبار فريق النادي الاهلي فريق صاندونز فريقين كبار جدا فنتمنى انه يكون فيه اولا فيه عدالة تحكمية وانه المباراة متشافة ومتركز عليها من كل طبعا افراكية قال ايضا عبد الحفيظ ان زي ما قلتلكم انه رغم معاناة الاهلي من اخطاء التحكمية لكنه ما بيعترتش كانت سيد عبد الحفيظ في الاجتماع قال انه ما بيعترتش لكن احنا عندنا معاناة اكتر من مرة مع الاخطاء التحكمية لكن النادي الاهلي دائما ما بيلعب في قلب الملعب وده عكس مسيماني برضو كان له تصريح مبارح انه احنا ما بيعترتش على الحكم واشاد بالحكم بكاري دي جسامة طبعا اللي هيحكم المباراة عايز اقولك ايضا انه الحكم بكاري دي جسامة عليه ضغط كبير انا بعتقد انه اخر مباراة حكمها كانت المباراة الشهيرة الواقعة الشهيرة في مباراة الوداد والترجي وبيععد فترة طويلة جدا وبيرجع مع مباراة غاية في الاهمية مباراة ما بين فريقين كبار يستحقوا ان هما يكونوا موجودين في النهائي سيدة الحافظ كمان قال انه اهمية التنظيم الجيد للمباراة وحضور الجماهير والتحكيم هيكون له دور كبير في نجاح المباراة من عدمها ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش فيه اي اخطاء تحكيمية غدا مدير الكورة كابتن سيد عبد الحفيظ تمنى انه المباراة غدا تشهد ادارة جيدة من طاكم التحكيم بكيادة الجنب بكاري دي جسامة وانه العدالة التحكيمية في ارض الملعب وبعد كده اكد انه الفوز ييجي للمجتهد ايا كان ايا كان احنا اهم حاجة ادونا حققنا في الملعب وبعد كده خلاص اللي يكون مع التوفيق في هذه المباراة